اشتركوا في القناة في برج الحوت في ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويصير في برج الحمل طبعا الآن القمر موجود في منزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يمكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة 46 دقيقة من صباح اليوم الأحد اللي هي موعد انتقال القمر لبرج الحمل بعدها بدو ينتقل لمنزلة الشرطين منزلة الشرطين جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة من الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان العمليات الصغرى تقليم الأضافر حلاقة الشعر لأمور هاي بما أن القمر موجود في برج الحوت لغاية ساعات الصباح معناته بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة بجميع الأبراج ونشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة باتخاذ قرارات حاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة منقع في حبائل الغرام وبوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا زاوية قائمة وفي زاوية اليوم ذروتها بالنسبة للزاوية القائمة اللي هي أساسا زاوية تربيع سلبي منفصل بين زحل وبين أورانوس وحكينا هاي تأثيراتها لغاية يوم 16-11 بنصبح مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في الحكومة واحتمال وقوعة حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وبتدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة طبعا زي ما حكينا أنه في عنا خلو مسار في ساعات منتصف الليل يعني بعد منتصف الليل هذا ساعة 12 و 29 دقيقة بعد منتصف ليل السبت على الأحد بتوقيت جرينيش وهذا خلو المسار بيستمر حتى تمام الساعة ساعة 6 و 47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش لا يستقر بعدها القمر في برج الحمل هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 6 و 47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش القمر بيكون انتقل واستقر في برج الحمل فعشان هيك التأثيرات بتصير على جميع الأبراج أنه في هاي الفترة منشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة ومنلاحظة أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية عادة في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحصل العيون إذا استدعى الأمر لذلك وأيضا إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا اللي طبعا اليوم ما رح تتشكل أو اللي اليوم ذروتها أول زاوية هي زاوية بطيئة ذروتها اليوم هي زاوية التثليت الإيجابية اللي بين الشمس وبين أورانوس طبعا هاي زي ما حكينا أنه اليوم ذروتها ساعة وحدة وثمان دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتعزز قدرتنا الإدارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا وكمان بتعزز من قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون ذروتها الساعة أربعة وثلاثين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات منتصف الليل بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة تسعة وواحد وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني تأثيرات هاي الزاوية بتبدأ من ساعات الظهر وبتستمر لغاية ما بعد منتصف الليل بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية لهذا اليوم طبعا من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الأندروفين اللي هو الهرمون المسكن للآلام عشان هيك بنشعر بالآلام أكثر من الشيء الطبيعي والميتالونين وهو هرمون مساعد عن نوم عشان هيك بنجد أن الناس بصير عندهم أرق أو قلق أو قلة نوم وأحلام وكوابيس وأضغاث أحلام في ساعات الصباح بتصير الأعضاء الأكثر حساسية الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرايين والدم هدولا بصيروا أكثر حساسية من ساعات الصباح عشان هيك لازم نوفر لهم العناية الإضافية بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا بما أنه في مراحل اكتمال للقمر ما بننصح إلا بالعمليات الضرورية جدا ودون الأعضاء اللي ذكرناها أما بالنسبة للحجامة فاليوم مناسب للحجامة ما في أي مشاكل مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن الجراحة لا بالنسبة لهذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الحمل معناة خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الثلاثاء اللي هو 13 9 رح يبدأ خلو المسار في تمام الساعة 4 و 52 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى تمام الساعة 11 و 39 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 15 يوم يعني بدأ يصغر الآن طبعا في تمام الساعة 5 و 9 دقائق بعد العصر بيصبح 16 يوم نسبة الإضاءة بتتناقص ما بين 98% لغاية 95% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 23 9 منتحس الآن هي بنسبة 40% ولكن في ساعات الصباح تنزل نسبة النحوس إلى 10% القمر في الحوت وبدو ينتقل للحمل ورح يستقر في الحمل لغاية يوم 13 9 هو الآن سعيد بنسبة 15% في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 30% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 45% عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم 23 9 بعدين بيتراجع لبرج العذراء منتحس بنسبة 10% الزهرة في العذراء حتى يوم 29 9 منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30 عشر سعيد بنسبة 45% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر ما زال موعد بث الحلقة موجود بالحوت معناته بظل التعب مسيطر عليكم حتى ساعات الصباح بدكوا تنتبهوا ما تبادروا بشيء جديد واضبطوا عصابكم ايش حنو حالكوا بطاقة ايجابية لغاية ساعات الصباح بعدين تبدأوا فترة افضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود تشعروا بالطاقة والحيوية سرعة البديهة الاجواء بتصير ايجابية ممكن تبدأوا بشيء جديد أو يعني مسار الحياة يبدأ لشيء جديد او تبدأوا مرحل جديد في حياتكم الاجواء جيدة وداعمة ولدرجة انه راح تشعر بتميز عالي جدا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيظل النشاط عالي جدا ما بينكو بين الاصدقاء وعلاقاتكم الاجتماعية وممكن اشخاص يتوجه لهم دعوية لحضور حفل او مناسبة او يسعدوا بلقاء الاصدقاء في وضع اجتماعي معين هو اللي راح يكون ملفت انتباهك ولكن كل ما اقتربنا لساعات الفجر نجد انه الطاقة بلشت تنزل شوي شوي عند موليد برج الثور لانه القمر بنتقل لبيت متاعبكم للحمل فعشان هيك مع ساعات الصباح بتدخروا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه اكثر لصحتكم وبدكوا خلال هذا اليوم انكو تحذروا بالدخول في مناقشات او جدال وخصوصا مع المعاونين مع الاصدقاء مع الاحبة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتكوا تحافظوا على انجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا اعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وتخلوا علاقاتكم جيدة ما بينكم وبين المسؤولين في العمل يعني بتكوا تحافظوا على سمعتكم الامور بلشت تضغط بزيادة لانه في خلو مسار للانتقال للقمر ففترة من منتصف الليل للفجر هاي فترة فيها نوع من انواع الصعوبة بتتطلب منكم الحذر وعدم المجازفة والمبالغة اما من ساعات الصباح بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا اشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعك وتحقيق امني بمساعدة صديق وبرضو العلاقات الاجتماعية بتدعمك بشكل قوي جدا خلال هذا اليوم فاستغل علاقاتك ومعارفك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر ما زال موجود في البيت التاسع لغاية ساعات الصباح فعشان هيك الاجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات العلاقات مع الاجانب الامور الدينية الفلسفية الدراسة كلها هاي اجواء جيدة ولكن منتصف الليل بصير قلوم مسار فعشان هيك اللي بدي يتقدم لامتحان او مقابلة بده يستعد بشكل جيد واللي عنده سفر بده يتفقد امتعته برضو بشكل جيد ممكن تفقد اعصابك في لحظات معينة او تتوتر او تعصب فبدك تضبط اعصابك في ساعات الصباح القمر رح ينتقل وصير في بيت السمعة فبتكون تحفظوا على هدوءكم وما تحاولوا اثارة المشاكل حاولوا ان تخلوا علاقاتكم جيدة مع المسؤولين في العمل وبرضو في نفس اللحظة حافظوا على سمعتكم ما في داعي للمغامرات والمجازفات ومخالفة القوانين حافظ على رصانتك واتمسك بمسؤولياتك برج الاسد بالنسبة لما وليد برج الاسد التركيز كله رح يكون على الاموال المشتركة من الان ولغاية ساعات الصباح فهنا بتكون تحفظوا على حساباتكم المشتركة اموال الزوج الزوجة مصاريف دفعات فواتير وامتنعوا عن اي خطوة مالية جديدة وخلال هذا اليوم حاولوا انكم ما تكفلوا حد ما تضمنوا حد ماليا وخصوصا من الان لغاية ساعات الصباح واساسا مع تراجع عطارد ما مننصح بعملية التلاعب التلاعب او المغامرات المالية في ساعات الصباح بتنشطوا في الاتصالات والسفر البعيد وبتنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية اهميش انكم تنتبهوا اثناء تنقلاتكم ممكن اليوم يعني هيك تفقد بعض الاوراق او المعاملات او محفظتك هويتك بطاقتك تنساها في مكان او حتى مفاتيح سيارتك عشان هيك تفقد كل اوراقك وامتعتك وعليك كمان برضو منك ما تسرع اثناء القيادة والتنقلات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بيظل الاهتمام كله مسلط على موضوع الشراكة فبينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم سواء بالعمل سواء بالعاطفة ولكن بتظل اعصابكم متوترة سهل استفزازكم فضبط الاعصاب مطلوب في ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويصير في البيت الثامن يعني رح يتحرك عن مقابلتكم فرح تنهمكم في اعادة تنظيم اموركم المالية المشتركة ولكن بدك تحذر من النزاع او الغضب او الجدال مع الشريك في العاطفة او المنزل او العمل عشان ما تكبر المشاكل وتزيد يعني الوضع المالي من جهة والوضع اللي له علاقة بالوضع المالي من جهة بدك تنتبه على الامر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر الان في البيت السادس فعشان هيك بتكونت واصلوا عملكم اللي بدأتوا فيه من قبل ما تبادروا العمل الجديد وخلوا علاقتكم جيدة ما بينكم بينزوا ملاقكم بالعمل رتب امورك بشكل جيد ممكن بعض الامور الصحية اللي بتتعلق فيك او في احد الاحبة هي اللي تكون مرهقيتك خصوصا ان القمر بتجه لمقابلتك وهذا الشيء برهقك وايضا تراجع عطارة برهق بزيادة فعشان هيك حاول انك تنتبه على صحتك بشكل جيد من ساعات الصباح القمر رح يصير مقابلك تماما فبترغبوا اليوم في تعزيز شراكاتكم ولكن برضو بتكون تنتبهوا من العصبية والغضب وردات الفعل وبعض الامور اللي ممكن تتطور باتجاه سلبي انتبهوا برضو من الاصابات اثناء الحركة وايضا انتبهوا من الانفعال والتهور برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتظل العاطفة عندكم قوية ومن الان لغاية ساعات الصباح وبتميلوا للتواصل والاتصالات ما بينكوا بين الاحبة والتجاوب معهم والتقرب من الابناء الحوار النقاش ممكن يصير حدث يستفزك فعشان هيك ضبط الاعصاب مطلوب ما تصاعد الامور عشان ما يصير خلاف كبير ما بينك وبين احبتك اما من ساعات الصباح القمر رح ينتقل للبيت السادس فهنا بدكوا تنتبهوا لصحتكم وتنتبهوا لعملكم في خلال هذا اليوم يعني رح تنهمكوا بالاعمال اكثر من الشيء المعتاد وممكن تضطروا للعمل لا ساعات اضافية او يكونوا تراكم عندكم العمل او ما تقدروا تتمموا اعمالكم بشكل جيد وبعدوا عن اي سوء تفاهم ما بينكوا بين زملائكم برج القوس بالنسبة لما ولد برج القوس بدكوا تتجنبوا ادخال اي تغيير جذري على مسكنكم لانه بظل الاهتمام الاعلاقة بالبيت والعائلة لغاية ساعات الصباح فممكن تظهر بعض الاعطال او النقاشات او الحوارات او امر عائلي شوي يكون ضاغط عليك فضبط الاعصاب مطلوب بشكل كبير وما تبادر بشيء جديد اما من ساعات الصباح فالاجواء راح تتغير تماما فابتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع احبائكم وحاولوا قدر الامكان تستغلوا هذا اليوم لانه ايجابي اما بممارسة هواية او تغيير جوتر فيه تجميل تغيير نفسية اي صفة من الصفات الاجواء تدعمك بشكل جيد خلال هذا اليوم ولو حد ايجا يستفزك حاول انك ما تكبر الخلاف وانسحب بهدوء برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اللي بده يتقدم لامتحان او عنده مقابلة او عنده تنقلات بده يركز بشكل جيد انتبهوا اثناء قيادتكم للسيارة اثناء تحركاتكم ما تعتمدوا كثير على الحدث وردات الفعل لانه شوي الاجواء ضاغطة بالنسبة للك فانتبه من هاي الامور الاجواء ما زال فيها بعض الاجابية ولكن كل ما اقتربنا لساعات الصباح بتفضل الاجواء البيتية والعائلية او الاهتمامات اللي لها علاقة بالبيت والعيلة والعقار والاهتمامات الداخلية ما شوي ممكن مزاجك يكون حاد وهذا الاشي ممكن يسبب لك بعض الخلافات او سوء التفاهم يعني بمعنى اخر ضبط الاعصاب بالمسائل العائلية مطلوب في منك رح يهتم بموضوع عقاري الو علاقة بتصليحات او ترميمات او مشتريات او دفعات مالية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بضل التركيز على الامور المالية لغاية ساعات الصباح فمنكم اشخاص ممكن يحصلوا على مكسب مالي بيجي من عمل اضافي او مستردات دعم من هذا القبيل ولكن بالمقابل حاولوا انك تضبطوا اعصابكم بدون انفعلات في العملية تصرف الفلوس تجنبوا شراء اي حاجية ثمينة انتبهوا على امالكم من السرقة او الضياع خففوا من النفقات قدر الامكان وابتعدوا عن المغابرات المالية في ساعات الصباح الاجواء رح تتغير تماما لصالحك ففتكثر عندك الاتصالات والتناقلات والحوارات والنقاشات عندك سرعة بديهة عالية وقدرة على الاقناع عالية جدا اليوم ما رح تهدأ وطيرتك لدرجة انه رح يكون عندك نشاط عالي بالطاقة وبالحوار والنقاش وتقارب مع الاحبة او الاخوة او الجيران برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا النشاط بظل مسيطرة عليكم طاقتكم عالية عندكم قدرة ممتازة جدا لاثبات ذاتكم وبتقدروا تشحنوا حالكم برضو بطاقة اعلى من هيك مع ساعات الصباح الباكر يعني في ساعات الفجر من منتصف الليل للفجر ممكن تشعر ان طاقتك شوي ضعفت او ثقتك بنفسك شوي او يصير بعض الخلافات او النقاشات الحد اللي تستفزك حاول انك تضبط عصابك من ساعات الصباح الاجواء بترجع تعطيك طاقة ايجابية يصير الاهتمام العلاقة بالوضع المالي منكو اشخاص ممكن يحصلوا على مكاسب مالية يبتيجي من عمل اضافي مستردات هبات دعم الاهتمام بامور الفواتير او المشتريات لكن قللوا من مصاريفكم قدر الامكان شوي ممكن شوي تفقد الصبر في بعض الاوقات وهذا الشيء ممكن يسبب لك بعض النزاعات مع محيطك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء